تسأل عن دعاء اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك تسأل عن لفظة حرامك كيف يكون يتنسى بالله عز وجل في الابتداء سألت هل هذا ثابت أو ليس ثابتا ثم ذكرت استشكاله هذا الحديث ثابت عند التلمذي من حديث عالي بن أبي طالب أن رجل أتاه في دين كتابه يطلب منه الإعانة فقال لا أدلك على كلمات علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صير أو صبير لا أده الله تعالى عنك قال قل اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك فالحديث ثابت قد حسنه جماعة من أهل العلم وهو في جامع التلمذي إذا الحديث من حديث الثبوت ثابت وهذا الدعاء وهارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت من تخريجه في الجامع وتصحيح من صححه من أهل العلم استشكلت قالت بعد ذلك ولا أظنه يثبت يعني أنا أقول هذا الاستعجال في عدم ثبات حديث قبل التحقق من ثبوته ليس بالسديد لأن الإشكالية ليست في الحديث الإشكالية في الفهم قد نفهم شيئا على خلاف المراد ثم نتوهم أن هذا ليس من كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لأننا فهمناه على وجه غير صحيح وبالتالي يكون المعنى يكون هنا تهور في رد ما ثبت وأحسنت عندما سألت هل ثبت أو لا لكن لما قالت ولا أظنه يثبت هذا محل يعني لو قالت فإذا ثبت فما الجواب على الإشكال أفضل من أن تقول ولا أظنه يثبت بناء على فهمها